رحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد ده جاية قبل ساعات أوليلة جدا من مباراة الأهلي وإسترن كومباني بالتأكيد مباراة مؤجلة في الدور العام ومرحلة جديدة الأهلي اليوم يبدأ مرحلة جديدة مع جهاز فني مؤقت بقيادة الكابتن سامي أمصان بعد رحيل بيتسو موسماني قبل أيام قليلة جدا ومرحلة بيبدأ الأهلي فيها الاستعداد للمشوار المحلي في الفترة القادمة مشوار مهم جدا بيبدأ اليوم بهذه المباراة المؤجلة ثم خلال الأيام القادمة كل 72 ساعة مباراة مهمة جدا ومباراة مهمة جدا سواء في الدوري أو كأس مصر الموسم الماضي أو حتى استكمال مسابقة الكأس الموسم الحالي طبعا شهر يونيو مباراة زمالك مباراة بيرامدز كلها مباراة حاسمة وفاصلة سواء في ترتيب جدول الدور العام أو على الأقل كمان استكمال مشوار الكأس في الموسم الماضي اللي خلاص اتعرف كل الأطراف اللي اتواجهها سواء بيراميتز في دور التمانية لو تأهلت بإذن الله اتواجه بيتروجيت في السيمي فاينال ثم المباراة نهاية أمام الزمالك اللي تخطى أسوان قبل حوالي شهر من الآن لكن النهاردة مباراة مهمة جدا أمام أسترن كامباني وهي مباراة بالتأكيد ده مؤجلة والأهل عنده فرق مباراة مؤجلة مع الزمالك أقرب المنافسين والفوز بهذه المباراة بالتأكيد بيدم ساحة أنك تقدر تتفوق بعدد كبير من النقاط قبل المراحل القادمة في الدور العام وده بيفرق بالتأكيد في الاستعداد الفني خاصة كنحية فنية عند الجهاز فني وطني في هذه الفترة استعدادا بالتأكيد قبل التعاقد مع مدير فن أجنبي خلال الأيام القليلة القادمة طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حالة النهاردة عايز كل الناس تشارك وتدخل معنا في الإجابة على هذا السؤال وأعايز أعرف توقعاتهم للتشكيل اللي هيبدأ بالأهل النهاردة أمام إسترن كامباني وتوقعاتهم كمان للنتيجة أعايز أعرف رأي حضراتكم في هذه المباراة كتوقعاتكم للتشكيل والنتيجة كمان وشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة أخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم طيب بسرعة نروح لأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يواجه إسترن كامباني الليلة وكمان موسيماني نهاء القرن اللحظة الأعظم لي في الأهلي وفي الترند المحلي اتحاد القرى يطلب دعم مالي لمدير فني أجنبي للمنتخب يبدون الحلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة ومهمة لكن بصرحة أروح لي جدول مباراة اليوم والنهاردة بتأكيد في مباراة مهمة كنا نبدأ ننتظرها هي مباراة النادي الأهلي وهي مباراة معجلة من الجولة الأربعة عشر في الدوري العام على ملعب الأهلي والسلام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأهلي يواجه إسترن كامباني ومباراة مهمة بالتأكيد الأهلي بيسعى فيها للفوز بالسلاس نقاط ويتأتي بعد نهاية الأجندة الدولية والاستعداد للمشوار المحلي اللي من المفترض سينتهي يوم 30 أغسطس أخرج إلى الفصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند الحديث الأبرز وهي تصرحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الحسابات الرسمية للنادي الأهلي سواء على الفيسبوك أو حتى على قناة الأهلي على اليوتيوب أو قناة النادي الأهلي على اليوتيوب لكن التصرحات مهمة جدا لأنها أكدت كل التفاصيل اللي كان بيتم شرحها من خلال القناة الرسمية للنادي أو من خلال الموقع الرسمي بغض النظر بقى عن بعض الاجتهادات اللي خرجت في الساعات الأخيرة ويبدو أن الكل كده متعود أنه دايماً بيبقى فيه خناقات في رحيل أي يوم درب لكن مش عارفين أنه دايماً النادي الأهلي مؤسسة مختلفة تماماً في التعامل مع كل الناس اللي بتأكيد بينتموا لهذه المنظومة سواء العيبة أو أجهزة فنية أو حتى على المستوى الإداري النادي الأهلي لما أعلن في البيان الرسمي اللي خرج أول أمس أنه انهاء التعاقد بالتراضي وبناء على طلب موسيماني خرج اجتهدات كتيرة وناس كتيرة حاولت تجتهد وناس النهاردة حاولت تقول تفاصيل ملهاش أي صحة من الواقع إلى أن خرج بيتس موسيماني في تصرحات رسمية هستعرض معكم كده التصرحات اللي تقلت النهاردة لأن أعتقد بهذه التصرحات الملف يتقفل ومن اللحظة دي الكل يركز مع الآله في الفترة اللي جاية وكل الدعم للجهاز الفني المؤقت اللي بيدير الفريق في الفترة القادمة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لأن الفترة اللي جاية سدقوني والله مش محتاجة زار ومش محتاجة اللي احنا نشغل نفسنا بتفاصيل جانبية لا هتقدم ولا هتأخر بل بالعكس لو ركزنا فيها هتأخر الفريق وترجع الفريق لورا وانبارح استشهدت بدا لما قلت أن السوشيال ميديا تكلمت على بيت سمو سيماني طول الفترة الأخيرة بطريقة وصلت الناس أن في مرحلة فيها ضغوط كبيرة جدا وكأن النادي الأهل السنة دي محقق 2 من 10 أو 3 من 10 أو على مدار سنتين ما جابش 5 من 10 رغم أن على عرض الواقع لما تبص على النتائج والأرقام الأهل وصل لـ 8 أو 9 من 10 لكن الضغوط والكلام الكتير على السوشيال ميديا وصل بنا الحال أن إحدى الصحف القومية تكتب مبارح منشط أخيرا موسيماني يرحل عن الأهل بالطراضي وكلمة أخيرا دي أنا شرحتها مبارح والحمد لله يمكن ناس كثيرة تفعلت معايا مبارح وبعتتلي وقالتلي إحنا فهمنا المغزى اللي أنت كنت عايز تتكلم فيه وإيه الرسالة اللي أنت عايز توجهها لجمهور الأهل بالنسبة للمرحلة اللي جاية والنهار ده خرج التصرحات من بيت سمو سيماني تؤكد كل كلمة كنت بعانيها مبارح وبوجهها لجمهور النادي الأهل التصرحات مكتوب فيها إيه؟ أو بيت سمو سيماني قال إيه؟ في البداية أوجه الشكر لرئيس النادي الأهل الكابتن محمود الخطيب لثقته بي وإحضاري إلى هنا واتخاذ قرار بتعيني وهو قرار لم يحبز الكثيرون ولكنه آمن به وبقدرتنا على النجاح معا خاصة على المستوى الدولي بيت سؤال تدريب الأهل شرف الأهل يعني لي الكثير حضرت إلى هنا بعد الفوز بدور أبطال إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية لكن تحقيق هذه الأمور مع الأهل مختلف يعني هو بيقول أنه قبل كده فاز بدور أبطال إفريقيا مع ساندونز ولعب في كأس العالم أندية لكن لما يحقق الأمور دي مع النادي الأهلي ده أمر مختلف خدوا بالكم وامدرب جنوب إفريقي بيتكلم عن الإنجاز اللي حققه مع نادي جنوب إفريقي لكن لما جل الأهلي الأمر بالنسبة له مختلف لم أرى اتفاقا على إنهاء العلاقة بهذا الرقي نحن نحترم بعضنا مع نهاية هذه العلاقة ولم يجبرني أحدا على الرحيل كلام واضح ومباشر وموجه بشكل كبير جدا لكل الناس اللي كانت عملة يعني بلغة السوشيال ميديا كده كان فيه افتكاسات وكان فيه أخبار كلها غلط ومعلومات كلها كانت غلط قال كمان مسماني اللحظة الأعظم لي التي جعلتني أرقد نحو اللاعبين لما لها من قيمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي كانت درب القرن أمام الزمالك هو بيكلم عن اللحظة الأعظم لي مع النادي الأهل لما كان بيرقد أو بيجري مع اللعبة وقت الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق البطولة التسعة قال عندما ذهبت إلى المغرب للحصول على رخصة الكاف الجميع كانوا يتوقفون لتحياتي حتى الأطفال الصغار يعرفون الأهلي ويعرفونني حتى الأطفال الصغار الولاد الصغيرين عارفين وعارفين النادي الأهلي وهذا بسبب تدريبي للنادي الأهلي هذه الزكريات ستبقى معي دائما إذن تصرحات المدير الفن للنادي الأهلي واضحة والراجل أعتقد يعني أكبر رد على الكلام اللي تقال لا راح للفيفا ولا راح للمحكمة الرياضية ولا استعام بحد قالك أنا محبوس في مكان الراجل قالت صرحات محترمة جدا ووجي فيها الشكر لنادي الأهلي وتكلم على أن التجربة دي له لأن النادي الأهلي ادهاله ما كانش هيقدر يحقق كل الإنجازات دي وقال لنحققاتها أبدا كده دوري أبطال إفريقيا وكاس العالم للأندية لكن تحيي الألقاب دي مع النادي الأهلي وضع مختلف قال كمان أن الكابتن محمود الخطيب لما وثق فيه وداني الفرصة النضرة بالأهلي وآمن بقدراتي ده شيء بالنسبة لي كبير وشيء عظيم يبقى بالتالي كل الكلام ده يخلينا مش إحنا الأطراف التانية أو الناس اللي عايزة دايما تطلع صورة النادي الأهلي بشكل سلبي أو هي متعودة على صورة معينة فعايزة تقرر نفس الصورة في كذا مشهد أعتقد بعد الكلام ده صفحة وأفناها ونبدأ نفكر ونركز في الفترة اللي جاي ورسالت للجمهور أرجوكم نتعلم الدرس زي ما الناس كلها اللي بتشتغل بتشوف إيجابياتها وسلبياتها برضو لو كان عندنا سلبية وهي فكرة الضغوط دايما على الأجهزة الفنية والضغوط دايما على اللاعبين والضغوط دايما على الإدارة نسيب الناس تشتغل ونسيب الناس تركز الناس انتقدت لما الأهلي جاء فيلر وقال لك ما فيه سي في وعمل إنجازات طيبة والناس دلوقتي بتقولك رجع فيلر والأهلي ما جاب بيت سمو سيماني والناس هيتلك إزاي مدارب إفريقي درب الأهلي وتحققت إنجازات في عشرين شهر أعتقد ما فيهش نادي في أفريقيا بيعمل الإنجازات دي إلا النادي الأهلي ومع ذلك دلوقتي الناس بتقولك بعد التصرحات دي خسارة كنكمل صعب صعب يا جماعة نسيب الناس تشتغل وكمان كل الثقة والدعم للكابتن سامي أمسانو والكابتن محمد شرف والجهاز الفني للأهلي هيقدروا يعملوا نتائج قوية وطيبة بس يدعموهم نبطل نقف لبعض على الوحدة اللعيب ده طلع بس غلط اللعيب ده شاد قرة غلط التغيير ده غلط ما هو لو كان نزل ده بدل ده ما كانش الأهلي حصل معاه كده الكرة ما بتمشيش كده الكرة عايز استقرار وعايز هدوء والناس دازم تبقى عارفة دورها انت مشجع شجع انت ايداري مسؤول على الأمور الإدارية انت فن تتكلم في الأمور الفنية لو كل واحد قام بدوره صدقوني المنظومة هتحقق أكتر ماللي بتحقق دلوقتي آه بتحقق ثمانية من عشرة أو تسعة من عشرة بس أنا ممكن نجيب عشرة من عشرة فبالتالي نساعد بعض عشان نوصل للدرجة النهائية وهي العشرة من عشرة ونفوز بكل البطلات زي ما حصل قبل كده في 2005 و2006 خمسة من خمسة دوري وكاس وصوبر وصوبر إفريقي ودوري أطال إفريقيا وكمان ميداليا في كأس العالم للأندية أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونشوف كيف يستعد الأهلي لمباراة اليوم أمام إستر نيكامبني في الجولة الـ 14 المؤجلة من الدوري العام أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الليلة مباراة مهمة جدا والكل بيتاكيد هيكون حريص على متابعتها لأنها مرحلة جديدة مع النادي الأهلي في الفترة القادمة بقيادة فنية للكابتن سامي أمصان والكابتن محمد شرف وعلى الهواء مباشرة بطل من نقوة جماعة كل الدعم والمسندة للجهاز الفني الحالي صدقوني دعمكم هيفري مع الناس على المستوى الفني والمعنوي للفترة اللي جاية طيب قيمة النهاردة كابتن سامي أمصان أعلنها بالأمس بعد ختام التدريب وكان دخل الفريق معسكر مغلق منذ الأمس قيمة اليوم بالتأكيد في حراسة المرمى مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف خط الدفاع محمود متولي رامي ربيعة بدر بنون أحمد عبد النبي محمود وحيد كريم فؤاد محمد هاني خط الوسط أليو ديانج محمد محمود أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر محمد فخري محمد أشرف زياد طارق طاهر محمد طاهر حسين الشحات وليد سليمان خط الهجوم صلاح محسن حسين حسن ومحمد شريف طيب دي القيمة اللي أعلنها الجهاز الفن بقيادة الكابتن سامي أمصان لمباراة اليوم إن شاء الله كل التوفيق لرجالة النادي الأهلي يقدروا يعملوا مباراة كبيرة كل السقة لمصطفى شبير حارس مرمى الأهلي عمل مباراة جيدة في لقاء الكأس أمام المصري بي السلوم وبالتأكيد الكل أشاد بي أي لاعب أي حارس مرمى معرض لأي خطأ لكن كل الدعم طالما فيه ثقة في إمكانيات اللعيبة وإمكانيات الحراس سواء الشنو موجود علي لطفي مصطفى شبير حمز علاء وحتى كمان مصطفى مخلوف إذن دي قيمة مباراة اليوم حاجة تانية عايزة أتكلم عليها قبل ما أروح لمعسكر النادي الأهلي وأشوف زي مننا محمد توفيق النهاردة كان فيه كلام كتير قوي في مسألة استدعاء اللعبين الدوليين يلعبوا الماتش ولا ما يلعبوش الماتش أيا كان مين لعب أو ملعبش خلونا بس نتفق على مفاهيم محددة الأجندة الدولية الفترة بتاعتها من كام لكام من 30 مايو ليه 14 ستة أنا بتكلم بغض النظر عن الموقف أو المشهد ده من المقصود به النادي الأهلي لما طلب أن يلعب المباراة في الفترة التوقف الدولي كان طلب عشاني أمسحة وقت قبل مباراة الوداد في نهاية دورة أبطال إفريقية وعلى هذا الأساس بعد موافقة المسؤولين في نادي إسترن كامبني وبالتأكيد احنا بنواجه لهم كل الشكر على هذا التعاون كان الاتفاق المباراة تتلعب خلال الأجندة الدولية كون بقى أن تم الإعلان عن إقامة المباراة يوم 15 يونيو وانت عايز أن اللعبة الدولية أي أن كان بقى سواء ديانجة أو هيرو يلعبوا أو ما يلعبوش بغض النظر عن كل ده على فكرة ممكن النهاردة مثلا ما تلاقيش محمد محمود ما تلاقيش حسام حسن ما تلاقيش شريف ما تلاقيش ديانجة كل ده على فكرة ممكن يجازل فان النهاردة يلالني فيه كازا لعيب عنده انذار تاني فيحافظ عليه عشان ماتش القمة ملحد كل ده على فكرة بس هل نتكلم في المفهوم الأكبر والأهم لما نتكلم على الأجندة الدولية والنادي الأهل طلب يلعب المباراة في الأجندة الدولية يعني عايز يلعب المباراة في الفترة من 30 مايو ل 14 يونيو لما المباراة تحدد 15 يونيو ما يطلعش بقى حد أي أن كان بقى سواء زميل إعلامي أو مدرب يطلع يقول المباراة دي في الأجندة الدولية أو الربط قالت لنا المباراة دي في الأجندة الدولية لا الأجندة كانت نهيتها مبارح ومر 24 ساعة على انتهاء الأجندة الدولية أي لعيب حتى لو الأهل النهاردة عايز أستعين بالشناوة أو أفشا ممكن يلعب مباراة النهاردة تبقى للوايح أنا بتكلم على اللوايح تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا كان لازم أشرحها عشان لما نتكلم على الأجندة ونتكلم على الاتفاق الخاص بالأجندة لازم نعرف الأجندة كانت من إمتى لإمتى واللوايح المنظمة لمشاركة اللاعبين الدوليين خلال فترة الأجندة وبعد الأجندة بتقول إيه؟ فبالتالي النهاردة تاني يوم بعد انتهاء الأجندة وبالتالي أي لعب كان في المعسكرات الأخيرة في الأجندة الدولية يقدر يلعب النهاردة فكرة بقى يشارك أو ما يشاركش ده أمر يخص الجهاز الفني لعب عنده أنزلين وعايز رياحه ده أمر يخص الجهاز الفني بس أنا بتكلم في الشكل القانوني طالما الناس هتكتب خطابات وتتكلم تبقى للوايح لازم نشرح ده لكل السادة المشاهدين طيب معسكر الفريق بالتأكيد فيه استعدادات وفيه قايمة تم إعلانها بالأمس ولسه أهلكم بالتأكيد الأسماء اللي تم الاستعانة بيها في المباراة وفيه غيبات عديدة بالتأكيد في حراسة المرمى الشناوي وعلى لطفة مش موجود لكن النهاردة هيكون الحارس الصعيد مصطفى شبير لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي عشان نعرف منه آخر الأخبار والمستجداد في معسكر الفريق قبل التحرك إلى ملعب الأهلي والسلام مساء الخير يا محمد مساء الخير يا زميل عزيز محمد سعيد تحياتي ليك والكل مشاهدة متابعة تريند في كل مكان أهلا بيك وعايز أتطمن منك عن آخر الاستعدادات وقدام بعض اللقاطات الحصرية لتحرك اللاعبين داخل فندو الإقامة الأجواء الأخبار قابلت الكابتن سامي أمسون دوافع الجهاز الفني للمفترة اللي جاية في ظل الغيابات الجهاز الفني بيفكر إزاي اللعيبة كمان على المستوى الشخصي شايفين التحدي ده بالنسبة للمرحلة الجاية بيفكروا في إزاي في البداية محمد يمكن المباراة زي ما يقول على الورق ما بين النادي الأهلي بتاريخه وبطولاته بترتيبه كمان في بطولة الدوري وللسه المؤجرات كتير مع متزايل الترتيب فنظريا على الورق ممكن أي حد يقول أنها مباراة سهلة ولكن كل الظروف المحيطة بالمباراة محمد في هذا التوقيت بيخلي المباراة غاية في الصقوبة جهاز فن جديد بقراطة كابتن سامو مصورة معاكبتن محمد شرف عدد غيابات كبيرة زي ما قلت سواء للإصابة خاصة في مركز حداثة المرمى أو في بعض عناصر الأخرى من الفريق كمان غياب الدوليين عنا في مرات النهاردة دي كلها أسباب خالة المبرغة في الصوضاء ولكن النادي الأهلي وده ما يميز النادي الأهلي عن أي نادي تاني أعتقد يا محمد وكلنا كجمهين النادي الأهلي فخورين بدوت هو حالة التلاحوم الشديدة اللي شفناها من المبارح كمان مش من النهاردة وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلسة الدولي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني وقوفوا في ظهرهم طاقهم الثقة وده كمان اللي شفناها انعكس جدا في معسكر الفريق هنا في فندق الأقامة منذ الأمس طبعا حالة كبيرة جدا من التربط ما بين اللاعبين والجهاز الفني يمكن كابتن سامو حافظ قائم بدور كبير جدا مع كابتن سامو أمصان كابتن محمد شرف كذلك اللاعبين يمكن المرحلة صعبة جدا دي أول مباراة من أربع مباراة مؤجلة يهمك جدا تحقيق الفولز فيها يهمك كمان انها بروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك في ظل على كبير جدا من الغيابات تغيير في الجهاز الفني ولكن زي ما قلت لك حالة زي ما قولت تلاح ومحالة الدفع المعنوية ابتدت منذ الأمس في تدريب الأخير اللي كان فيه ملعب مختار التيتشي بالجزيرة يمكن التدريب قبله على طول كان كابتن سامة أمسان عمل محاضرة فيديو لللاعبين عشان نشرح لهم من نهاردة طريقة لعب بفريق استرن كامباني وازاي النادي الأهلي هيبقوا في الملعب كمان زي ما قلت لك حالة التركيز والتراحم دي تناها لتانا الفندوق الإقام يمكن الفريق تنول وجبة الفطار في الساعة 11 ونص صباحا يمكن الغدى كان في الساعة سالسة ويمكن دلوقت احنا في انتظار انها هيبقى فيه محاضرة فنية وكمان هيبقى فيه وجبة خفيفة ومن بعدها ان شاء الله يتحرك الفريق لملعب المباراة لأهلي والسلام وان شاء الله يكون الفريق موفق ويحقق تلت نقاط مهمة خاصة في هذا يعني الوقت الصعب جدا يا محمد الموسم سواء أهمية المباراة او كمان حالة الغيابات لكن عزة طمانك وطمان كل جمهور النادي الأهلي ان زي ما انت قلت احنا طلبين يعني زي ما نقول المساندة والدعم للجهاز الفني كابتن سامو أمصان واحد من الابناء النادي الأهلي المخلصين ومع حق نتائج كبيرة جدا سواء في النادي الأهلي او كمان خارجه كمدير فني كابتن محمد شرف كمان المدرب العام يمكن ناس كتيرة جدا ممكن ما تكونش عارفة كابتن محمد شرف كمدرب هو مدرب كواس جدا احنا طبعينه من زي ما محمد فقطع النشيف النادي الأهلي واشتغل كمان مدرب عام لأكثر من النادي في الدور الممتاز مع مدربين كبار من أبناء النادي الأهلي سواء كابتن علي مهر او كابتن أحمد كشري فهو واحد من المدربين اللي هكلهم مستقبل إن شاء الله وإن شاء الله زي ما نقول محمد دائما النادي الأهلي غانب أولاده وهو اللي بيدهم الفرصة وبيدعمهم وبيقف في ظهرهم وإن شاء الله نشوف الدعم ده النهاردة من الجماهير وإن شاء الله تحقيق نتيجة كبيرة إن شاء الله للفريق وتكون بداية كبيرة جدا يا محمد إن شاء الله نحو يعني عودة لقب الدور الممتاز يعني لبيته والمكان المفضل في النادي الأهلي بالجزيرة طيب من يومين النادي الأهلي كان أعلن يتوفيق أن سابل حرية للكابتن سامي أمصان إذا حب يستعين بمدرب آخر معاه بحيث أن الجهاز الفني يكون الكابتن سامي أمصان وكابتن محمد شرف وفرض آخر في الجهاز خلال الفترة اللي جاي هل تم الاستعانة ولا لسه ده ممكن يتم بعد مباراة النهاردة بإذن الله وأنا حتى قدامي على الشاشة هي الأعطاء للكابتن سامي مع الكابتن سيد والكابتن محمد شرف ودكتور عمرو محب بالفعل زي ما قلت محمد يمكن مجلسة أدارة النادي الأهلي بقبتن محمد الخطيب أعطى الحرية للكابتن سامي في اختيار مدرب تالت معاه في الجهاز ولكن طبعا نظر لضيق الوقت انت بتتكلم ما فيش غير بس يومين مباراة المصر بالسلوم والمباراة النهاردة الحد والاربع على طول بعد كده زي ما انت تعرف الفترة الجام كاملين حد واربع على طول فما كانش فيه وقت طبعا دخول عنصر جديد يمكن كابتن محمد شرف زي ما قلتلك هو مش غريب على النادي الأهلي ولا غريب عن كابتن سامي يمكن يشتغلوا مع بعض من قبل في قطاع الناشئين فطبعا كان وجود كابتن محمد شرف ضروري وهيكون فيه ان شاء الله عنصر تالي في الجهاز بس طبعا اعتقد هيبقى بعد مباراة اليوم خاصة زي ما قلنا لضيق الوقت النقطة قليو ديان كمان اللي كلمت فاهم محمد يمكن زي ما انت قلت يعني اللايحة واضحة جدا الاجندة الدولية انتهت ولكن اعتقد النادي الأهلي طبعا هو اكثر الانديا التزاما باللواح وكمان اكيد النادي الأهلي ملتزم باتفاقاته مع الانديا فموقف النادي الأهلي اكيد هيبقى فيه التزام تام سواق باللواح او حتى لو فيه اتفاق ودي حصل ما بينه وما بين النادي استرن كامبني وزي ما انت وجهت الشكر النادي استرن كامبني على موفقته وعلى تأجيل المباراة ده اكيد هكون موقف النادي الأهلي وإلى الان ما فيش اي تصريح رسمي بخصوص هذه القضية او مشاركة اليو ديانج من عدمه ولكن زي ما انت قلت محمد ذكرتك مقدمتك ان لا احيان هيخلص الاجندة الدولية بالفعل خلصت ولكن ننتظر موقف النادي الأهلي خاصة النادي الأهلي هو اكثر عندها احتراما سواء للواحي الرسمية او كمان لتقاليده وعاداته واتفاقاته مع الانديا الاخرى حقيقة توفيق طيب الجزية التانية النهاردة موجود مصطفى شبير وغالبا هيكون بالتأكيد هو الحارس الاساسي انطباع الجهاز الفني اتكلمت مع ميشيل يانكون اداء مصطفى في مباراة الكأس والدوافع اللي اخدها بالتأكيد بعد الاشادة الكبيرة من كل وسائل الاعلام ده مدى تأثيره على الحارس الصاعد اللي ممكن يكون النهاردة اول مباراة ليه في الدور العام وديه بالتأكيد مباراة مهمة جدا يعني مشاركة مصطفى في الفترة الاخيرة كانت مباراة الكأس سواء السنة دي او حتى السنة اللي فاتت لكن النهاردة دي اولى المشاركات ليه في الدور العام وبالتأكيد ده يبقى دافع قوي جدا للحارس الصاعد مصطفى شبير بالفعل محمد زي ما انت بتقولي ميشيل يانكون هو اقدم زي ما نقوله الفرض في الجهاز الفني فان دايما لو كنا نتكلم معاه عن حراسة المرمى فكان يقولك دايما ان كل الحراس اللي عندي يقدروا يعني يلعبوا اسسيين ويقدروا يحملوا مسئولية حراسة مرمى فريق النادي الاهلي ويمكن داي شفناه سواء لما مصطفى شبير وقف في مباراة كاسر ربط او كمان الأداء الأكثر من راعي اللي أداء في مباراة المصري بالسلوم زي ما تقوله هي المباراة الأولى ليه في الدور العام ولكن طبعا لعيبة النادي الاهلي يعني ده أول انطباعة طبعا محمد مش بس الجهاز الفني لعيبته الزميل طبعا تعرف ده مهم جدا تشوف يعني عندهم ثقة كاملة في مصطفى دعم كامل حالة كبيرة جدا من التلاحم من الدعم اللاعبين والجهاز الفني تحس انه هم زي ما نقول صف واحد كلهم بيشتغلوا المصلحة واحدة وهي رفعة النادي الاهلي وتحقيق الفوز أعتقد مصطفى واحد من اللاعبين دول لكن دي زي ما نقوله فرصة عمره النهارده انه هي حاجة تاريخية انه يبقى حارس في النادي الاهلي في أول مباراة لي في الدوري أعتقد الأداء اللي شفناه طب منا كتير جدا النهارده سقط الجهاز الفني سقط مدرب الحراس الخاص بي وكمان سقط زملاء وأعتقد هتفرق جدا مع مصطفى وان شاء الله النهارده يكون مولد نجم جديد ان شاء الله فيه تاريخ النادي أهلي وأعتقد يا محمد كل الحراس الكبار أو اللاعبين الكبار هم ولدوا فيه مثل هذه اللحظات وأعتقد أن دايما الأزمات أو المواقف الصعبة هي اللي بتصنع الرجال وبتصنع الأبطال يا محمد سؤال أخير بخصوص بدر بنون كلمت مع الدكتور أحمد أبو عبلة محمد حبيت تعرف منه موقف بدر موجود في المعسكر موجود في القايمة ماتش اللي فات يعني يشارك في آخر عشر دقايق أو آخر خمس دقايق هل هيتم الدفع بي كده تدريجيا فترة لمدة معينة لحين البدء به في التشكيلة الأساسية ولا عودة بدر هتبقى إزاي كمشاركة فنية خاصة إنه راجع بالتأكيد بعد مضاعفات كورونا فخدت معاه شوية وقت فهيبقى فيه استعداد مختلف لمشاركة بدر في الفترة اللي جاي كان حمد كالعادة ببقى دايما الصبق معكم في التريند ممكن كنت اتكلمت مع دكتور أحمد أبو عبلة قبل مباراة المصري بالسلوم وسألته عن بدر بنون قال له هو متاح من النحاء الطبية وتحت أمر الجهاز الفني نوى يستعين به بعض الوقت فيه المباراة أعتقد ده اللي تم بالفعل والجهاز الفني يمكن اعتمد على بدر بنون في آخر عشر دايق من مباراة المصري بسلوم وأعتقد النهاردة إن الجهاز الفني هو متاح من النحاء الطبية ده حسب تأكيد دكتور أحمد أبو عبل ممكن بنتكلم قبل أكتر من أسبوع فأعتقد بدر بتشاف التدريبات بيقدم بشكل أكثر من رائع التدريبات بيخدها بشكل كامل كمان يمكن من ناحية البدنية والفنية المباراة اللي فاتت وأعتقد أنه هو تحت أمر الجهاز الفني في حالة ما أراض الاعتماد عليه سواء المباراة بشكل كامل أو بعض الأجزاء من المباراة وأعتقد زي ما قلنا محمد أهمية المباراة اللي فاتت ومباراة دي إنه هما كمان بغض نظر أنك عاوز تسعد للدور التالي في الكاس أو تحقق ثلاث نقاط مهمة النهاردة هي بروفة طبعا لعدد كبير جدا المباراة الصعبة بدايتها من يوم الحد المقبل أمام الزمالك إن شاء الله واستمرنا بقى المباراة كبيرة هتبقى يعني زمام القول حاسمة سواء في مشوار الدوري أو مباراة الكاس بإذن الله بإذن الله زماني العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر إقامة فريق النادي الأهلي والمعسقر اللي بيستعد الأهلي فيه بالتأكيد لمباراة اليوم بالتأكيد ده فترة مهمة جدا وقد يدخل النادي الأهلي معسقر مغلق مبكرا قبل مباراة القمة خلال الساعات القليلة القادمة خاصة الوقت ده جدا النهاردة الأربعة المطش القمة ملحد فبنتكلم في 72 ساعة أو أزية بسيطة يعني فأكيد يبقى فيه معسقر مبكر للجهاز الفني أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل وترند الأهلي ترند الأهلي هنشوف السوشيال ميدي ركزت على إيه خلال الساعات الأخيرة خاصة نحن ندخلين في مرحلة مهمة جدا الحساب الرسمي يلا كورة على تويتر نشروا تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أو لمواجهة Eastern Company في مباراة اليوم ومساء اليوم الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام التشكيل المتوقع بيقولوا مصطفى الشبير في حراسة المرمى محمد هاني زهير أيمن محمود وحيد زهير أيصر اتنين مساكين رمي ربيعة وبدر بنون اتنين وسط ارتكاز محمد محمود وأحمد نبيل كوكا في الأمام طاهر محمد طاهر حسين الشحات أحمد عبدالقادر محمد شريف وأنا بستعرض التشكيل المتوقع خدوا بلكل جهاز الفن هيتعامل مع المباراة أولا للحصول على ثلاث نقاط الحفاظ على كافة العناصر الأساسية اللي ممكن يتم الدفع بيها في مباراة الزمالك يعني هل لعيب عنده انذارين يلعب جزء ويتم استبداله عشان يحفظ عليه لو أنت كسبان وعمل نتيجة كويسة كل الأمور دي أكيد هتبقى في حسابات الجهاز الفني لعيب مثلا بيشتكي من إجهات فهتتريحه ممكن تطلعه من المؤسكر عشان المطش اللي جاي كل دي أكيد حسابات لدى الجهاز الفني لكن ده التشكيل المتوقع هل فيه تشكيل رسم لحد اللحظة دي لا لس هل ممكن يبدأ بهاني هل ممكن يبدأ بكريم فؤاد هل ديانجي بابادي أو ديانجي مش موجود كل ده وارد ممكن ديانجي ما يكونش أساسي ولا عددك ممكن يشوف النهاردة أن فيه لعيب عنده انذارين فيفضل يريحه خالص كل دي حسابات الجهاز الفني بيفكر فيها لكن في الأساس بيسعى للثلاث نقاط ثم راحت اللاعبين الأساسيين عشان ماتش القمة والتحضير لمباراة يوم الحد اللي جاي لأنه بقولك والمباراة الحالية رغم أنها مباراة دوري لكن الثلاث نقاط وكأنها مباراة كأس مصر مباراة حاسمة للفترة اللي جاية طيب أروح كمان لحساب الوطن الرياضي الوطن سبورتي بيتكلموا عن غيابات الأهلي أمام إسترني كامباني والحصيلة وصلت لي 13 لعب أبرزهم علي لطفي حمد فاتحي محمد عبد المنعم لويس ميكي سوني أقرم توفيق عمار حمد للإصابة بنتكلم عن ستة يعني ويشي ناوي وياسر أيمن أشرف السلية أفشة موجودين مع منتخب مصر اللي كان بيواجه كوريا بالأمس ورجعه النهاردة للقاهرة وبيرستاو مع جنوب إفريقيا وعلي معلول مع منتخب تونس وعلي شارك في الجزء الشوت التاني من مباراة تونس وليا بلك الحمد لله علي برضو هيبقى سليم لما يرجع بإذن الله من معسقر تونس ويكون جاهز بإذن الله لمباراة القيمة لكن رقم كبير جدا في غيابات النهاردة وكمان لما استعرضنا القيمة القيمة فيها 23 لعب هيتم استبعاد على الأقل كمان أربع لاعبين أو تلات لاعبين فبنتكلم في غياباتها تبقى مهمة جدا في التوقيت الحالي بالنسبة للنادي الأهلي طيب حساب كورا بلاص بيتكلم على اللعبة المهددة بالغياب لو خدوا إنذارات النهاردة في مباراة إسترن كامبان ومباراة النهاردة هتهدد أربع لاعبين أو بتهدد أربع لاعبين في الآلي بالغياب أمام الزمالك في القيمة طيب مين هم الأربعة؟ بنتكلم عن بدر بنون محمد هاني أليو ديانج محمد شريف الأربع لاعب عندهم إنذارين والنهاردة لقدر الله لوحد فيهم خد إنذار ثالث هيغيب عن مباراة القيمة طبقا طبعا للوايح اتحاد الكورة هل الجهاز الفني ممكن ما يلعبش بديانج وارد هل الجهاز الفني ما يبدأش ببدر بنون وارد كل ده وارد هل ممكن يبدأ بهاني ويبقى الأهل كسبان في رياح هاني عشان يستفيد به في مباراة القيمة كل دي أمور واردة وفي حسابات الجهاز الفني وركزوا في التفاصيل اللي بنقولها عشان بالتأكيد احنا قادرين نكمل حول لكم أبرز الأخبار والمعلومات قبل مباراة النهاردة وخلال كمان الفترة اللي جاية طيب نروح كمان ليه حساب يلا كورة مصدر ليلا كورة الكابتن سامي أمصان هو من سيدير الأهلي أو سيدير مباراة الأهلي أمام الزمالك واستقر على الدخول في معسقر مغلق مبكرا في مصدر قال ليلا كورة إن الكابتن سامي هو اللي هيدير مباراة الأهلي والزمالك ويكون على رأس القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي خاصة إن ممكن على الحد اللي جاي ما يكونش تم الانتهاء من ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي كمان فكرة المعسقر المغلق ممكن أنا كنت لسه بتكلم في الفقرة السابقة لما كان معايا زميني محمد توفيق وقلت جايز الفن بنسبة كبيرة واخد قرار إن بعد مباراة النهاردة يكون فيه معسقر مبكر قبل مباراة القمة والأيام قليلة النهاردة الأربع الماتش بكرة الخميس الماتش الحد ف72 ساعة فبالطبع يكون الأفضل أنك تدخل بالعيبة معسقر عشان تبدأ تحضر للماتش يوم الحد بإذن الله آخر حاجة معايا حساب سبورت 360 مصرية بيتكلم على دربي القرى المصرية بين الأهل والزمالك متبقي خمس أيام برأيك من الأقرف فنيا لحسم السلاس نقاط أنا أطرح عليكم سؤال كده والسوشيال ميديا وناس تشارك معنا في السؤال هو مباراة الأهل والزمالك دربي ولا كلاسيكو معنى كلمة دربي هو الدربي اللي ما بين الناديين اللي في المدينة الوحدة هل أنا أعتبر القاهرة وجيزة واحد ولا القاهرة محافظة وجيزة محافظة فهلي يبقى دربي ولا كلاسيكو لأن مباراة كبيرة وقديمة ومن أهم وأكبر وأقدم من مباراة الكرة المصرية فيطلق عليها الكلاسيكو ولا الدربي يعني شاركوا معنا طبعا بالتأكيد في هذا أو في هذه المعلومة من خلال بقى السؤال اللي طرحنا النهاردة كمال لو عايزين تتجاوبوا على هذه الجزئية قمة الأهل والزمالك دربي ولا كلاسيكو أهرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع ونشوف التريند المحلي وباقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند النهاردة نتكلم في التريند المحلي ونشوف أبرز الأخبار وحساب يلا كورة أول حاجة في التريند المحلي النهاردة وحسابها على تويتر بنشر تصريحات لعامر حسين عضو مجلس دارة اتحاد الكورة وعضو الربطة ورئيس المسابقات واللي قال فيها الموسم القروي المقبل عشرين اتنين وعشرين وعشرين تلاتة وعشرين سنطلق في الإسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم فيما سينتهي في شهر يونيو عشرين تلاتة وعشرين وقال كمان الحاجة عامر حسين عضو الربطة إن الموسم اللي جاي مش هتبقى فيه مباريات كتيرة ولا فيه زحمة في الأجندة وعننتهي من الموسم في شهر ستة عشرين تلاتة وعشرين وهنزبط موعيد القيد في الفترة اللي جاية أتمنى لأن احنا بقنا أربع خمس سنين في نفس الدائرة بنلف فيها وما فيش أي تعديل بيحصل وكل مرة الموسم بيتأخر وبنغير موعد القيد فهتبقى مشكلة لو كمنا على ده كمان في عشرين تلاتة وعشرين طيب المصر الرياضي بيقول إن اتحاد الكورة بيطالب وزير الرياضة بدعم مالي لمدرب المنتخب الأجنبي بالمناسبة بكرة فيه اجتماع مهم جدا في اتحاد الكورة والاجتماع ده بالتأكيد الناس كلها مستنية القرارات اللي هتخرج من هذا الاجتماع الاجتماع يكون بكرة إن شاء الله الخميس في مقر الاتحاد في الجبلية والساعة الرابعة من مساء غدء الخميس هيتم الإعلان عن القرارات يمكن اتحاد الكورة بلغنا وبلغنا كل الصحفيين وسائل الإعلام إن بكرة الساعة أربعة هيتم الإعلان عن كل القرارات اللي هيتخذها مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام هل من ضمنها يكون تعيين مدرب أجنبي وتوجيه الشكر لكابتن إيهاب جلال هننتظر نشوف بكرة هل لو تم التعيين وزير الرياضة هيوافق على هذا الدعم خاصة إن الوزير كان في وقت قبل كده صرح وقال إنه طالب الاتحاد إن كارلوس ساكيرش يكمل لكن هم أصحاب القرار وكل واحد مسؤول عن قراره ده اللي هنشوفه في الساعات اللي جاية وبكرة الساعة أربعة هيكون الإعلان عن قرارات اتحاد الكورة طيب حساب كورة 11 بيتكلمه عن تقارير لكارلوس ساكيرش وبعض التقارير بتقول إن كارلوس ساكيرش يرفض التعامل مع رئيس اتحاد الكورة الحالي في حال عودته دي تقارير نقل التصرحات لكارلوس ساكيرش أو كلام قاله كارلوس ساكيرش مع حازم إمام لأنه قيل برضو إن كابتن حازم إمام بيعمل يعني مفاوضات مع كارلوس ساكيرش في الساعات الأخيرة عشان يقنعه بالعودة هل وافق؟ هل ما وافقش؟ هل وافق لكن رفض إنه يتعامل مع رئيس الاتحاد دعا نحاول نتأكد منه في الساعات الجاية لكن نتأكد بكرة الأول نشوف قرارات اتحاد الكورة إيه لأنه بالتأكيد هيبقى ليها أبعاد كتيرة جدا متعلقة بكل هذه الملفات طيب نروح ليه حساب يلا كورة وفيه تصريح ليه الأستاذ أحمد دا دياب رئيس ربطة الأندية المحترفة وقال كأس ربطة الأندية المحترفة تم تصنيعه في إنجلترا قدامكم الصورة على الشاشة قدامكم شكل الكاس وده كأس ربطة الأندية المحترفة اللي بالتأكيد هيفوز فيه أو هيفوز بيه أحد الأندية الأربعة يا الإسماعيل يا المحلة يا فيوتشر يا أمبي طيب نروح لحساب في الجول على تويتر واتكلموا عن قرعة نصف نهائي كأس الربطة النهاردة القرعة أصفرت عن إيه الإسماعيلي هيلاعب المحلة وإمبي هيواجه فيوتشر دي القرعة قرعة نصف نهائي كأس الربطة المصرية مباراة كبيرة جمهرية بين الإسماعيلي والمحلة والفائز هيواجه أمبي أو فيوتشر في المباراة النهائية وده صورة الكأس أو النسخة من كأس ربطة الأندية المحترف طيب نروح للمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل إلى العب بالأهل النهاردة والنتيجة ممكن تبقى كام أستاذ إبراهيم بيقول مصطفى شبير كريم فؤاد محمد هاني رامي ربيعة كوكا محمد محمود زيادة طارق أحمد عبدالقادر محمد شريف وحسام حسن أعتقد يا أستاذ إبراهيم دول عشر لعيبة كان ناقص لعيب كمان وهو بتوقع الأهل عيفوز شبير في حراست المرمة هاني ورامي ربيعة محمود وحيد كريم فؤاد عبدالقادر وكوكا وزياد طارق حسين الشحات وشريف وحسام حسن وإن شاء الله الأهل يفوز 3-0 نروح لرأي تاني أستاذ عبدالردوان بيقول أتمنى يكون شبير كريم فؤاد هاني ربيعة وحيد كوكا متولي محمد محمود عبدالقادر شريف حسام حسن واضح أن الكل يعني واثق أنه يكون مصطفى الشبير هو حارس المرمة نتيجة طبعا العداء المميز في مباراة الكأس في ظل غياب الشناوي وعلي لطفي أستاذ أيمن سيد بيقول شبير كريم ربيعة بنون محمد أشرف محمد محمود كوكا طاهر عبدالقادر الشحات وحسام حسن آخر رأي معايا أستاذ فتحي زيدان إن شاء الله هنفوز 2-0 والتشكيل هو آيل علي لطفي لكن علي لطفي محمد هاني بدر بنون محمود وحيد كوكا محمد محمود محمود متولي وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر يا رب أنصر الأهل في كل مكان وزمان طيب دي أراء كل الناس اللي شاركت معنا النهاردة في الإجابة على السؤال طرحناه في بداية الحلقة بخصوص توقعاتكم للتشكيل هدى بالأهلي مباراة والنتيجة اللي ممكن يقدر يحقق الأهلي في لقاء اليوم كل التوفيل الأهلي يكسب يحقق السلس نقاط دفعة تبقى معنوية وكبيرة جدا للجهاز الفني اللي بيقود الأهلي في الفترة الحالية بقيادة الكابتن سامي أمصان وإن شاء الله يكونوا موفقين لأنه عندنا مباراة مهمة في الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء